اشهد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات بإنجازات مملكة البحرين وتميزها كمركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال افتتاح معالي الوزير لأعمال النسخة الثانية عشر من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا بيتكس والذي يعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي للجميع بحضور العديد من المسؤولين والخبراء وممثلين عن شركات تقنية محلية ودولية وعبر معالي الوزير عن فخره واعتزازه بمواصلة مملكة البحرين إنجازاتها كأنموذج رائد في التحول الرقمي وتقديم خدمات اتصالات آمنة وتنافسية ومستدامة استنادا إلى موارد بشرية مؤهلة ومبدعة وبنية تحتية متطورة بتصنيفها في المرتبة الأولى عالميا في معدل انتشار الانترنت وتغطية شبكات الجيل الخامس بنسبة 100% والخامس عالميا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2024 خبرات عالمية وبرمج متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي يطرحها مؤتمر تكلونوجيا المعلومات والاتصالات في نسخته الثانية عشر تحت شعار الذكاء الاصطناعي للجميع ليستعرض أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية طبع المؤتمر يعتبر أهم يبالغة حق مملكة البحرين وبالذات قطعة تقنية المعلومات مثل ما شفته في الكثير من العارضين اللي أعرضوا أحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وبشكل أمثل واللي من المؤمل أن نشوف في الأيام المقبلة إن شاء الله استخدام أكثر للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية أو الخدماتية أو الصناعية الذكاء الاصطناعي داخل في كل مجال من مجالات الحياة فارتقننا أن نجلب الخبراء في هذا المجال ونخليهم يتحورون ونسمع من تجاربهم ونتعلم منها وطبعا نحن في جمعية شركة تقنية المعلومات نحاول نجمع بين القطاع الخاص الشركات في التكنولوجيا في قطاع تقنية المعلومات مع الحكومة ونشوف وين في توافق ونحاول نسق الجهود بعض بعض المعرض الهدف منه هو استقطاب شركات مهتمة في مجال الفعالية اللي هو الذكاء الاصطناعي اليوم فإحنا قدرنا نستقطاب شركات عالمية شركات خليجية شركات بحرينية المتحدثون في المؤتمر والمشاركون في المعرض على موعد مع رحلة في عالم التكنولوجيا يتبادلون فيها خلاصة خبراتهم في هذا المجال خصوصاً وأن هذا الحدث السنوي يدعو إلى استكشاف الإمكانات المتقدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها لدعم الابتكار وتحسين الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية كما يسلط الضوء على أحدث التطبيقات والابتكارات في هذا المجال الحيوي مشاركتنا السنوية في مؤتمر بايتكس أو ميت آي سي تي هي الهدف من عندها اطلاع الجمهور أو الزوار أو المهتمين في مجالات الآي تي وخدمات الاتصالات على آخر التكنولوجيا والخدمات التي نقدمها من الشركة حاضرين في هذه المعرض عشان نعرض منتجاتنا وخدماتنا على جميع الشركات الموجودة في المعرض وطبعا الزوار والحاضرين من أنحاء العالم عشان نراويكم ان شلون نقدر نساعدكم تقنيات وحلول إلكترونية متقدمة يطرحها المشاركون في معرض بايتكس على مدار ثلاثة أيام والتي تفتح المجال أمام كافة المؤسسات في البحرين الحكومية والخاصة للتعرف على أحدث التقنيات التي تلبي متطلباتها في مجال تقنية المعلومات وذلك بما يتماشى مع التطورات السريعة التي تشهدها مملكة البحرين هذا المؤتمر يعد منصة مثالية للتواصل مع لخبة من المتخصصين والصناع القرار في قطاعات التكلونوجيا والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال التكلونوجيا المعلومات والاتصالات خولة لغرينيس لمعكز الأخبار تلفزيون البحرين